ما كانش ليها في الكورة خالص ولا تعرفها بقى لهم 12 سنة متجوزين وقسطة حبهم بدأت بإعلان عمله سوا ومن بعدها ما تكلموش تاني إلا بعد سنتين لما تجوزت عماد متعب اعتزلت كل حاجة وتخلت عن شهرتها مين هي يارا نعوم ملكة جمال مصر وزوجة عماد متعب إحكايتها مع الشهرة هالمتعب اللي رفض إنها تكمل في شهرتها وليه هي ندمان على اللقب اللي خدته أسرار في حياة يارا نعوم هتعرفها الأول مرة اتصدرت يارا نعوم التريند الساعة اللي فاتت لما نشرت سور ليها مع عمد متعب بيحتفل وبعيد الحب وقالت له كلام رومانسي وبرضو رد عليها متعب بنفس الطريقة الرومانسية الجمهور استغرب إن بعد حوالي 12 سنة جواز ولستيارة بتحتفل بالفلانتين وتهني متعب من خلال رسائل الحب على السوشيال ميديا لكن قصة حبهم كانت صدفة ولا في الأفلام مش هتصدق عرفوا بعض إزاي وتجوزوا إزاي يارا كانت شغالة موضل إعلانات وكانت رايحة تصور إعلان من إخراج طريق العريان وكان متعب وباركات هيشاركه في نفس الإعلان يارا ما كانتش تعرف مين دول ولا ليها في الكرة من قريب أو من بعيد وكل أهلها واللي حواليها زيها كده ملهمش في الكرة خالص في يوم من الأيام كانت يارا نعوم بتصور إعلان وطلع موضل وهيشارك معاها عمد متعب وباركات بس باركات كان عامل جوا وهي أعجبت بخف الدم جدا ورغم إنهم مشاهير وفي رهبة في التعامل معاهم المفروض ولكن قالت إن طريقة باركات خلت العلاقة بينهم بسيطة وقصرت الحواجز بينهم كمان عمد متعب كان لذيذ معاها ولكن كلنا عارفين باركات مالك الحركات أول مرة شافه بعض كان في 2007 وبعد سنتين اتكلمه للمرة التانية وكانت برضو بالصدفة يارا قبلت واحد صاحب عمد وكان بيكلمه في التليفون ووقتها كان محترف في السعودية يارا سألته أنت جاي مصر إمتى؟ قال لها قريب فعزمته على احتفال بتعامله المستشفى 57 وفعلا جي متعب في معاده وكان ملتزم بالاتفاق ومن بعدها بدأوا يتكلموا ويتقابلوا وحبوا بعض وبدأ متعب يعبر عن مشاعره ليها وفي لقاء لي قال ما أنا مهاجم بقى في الوقت ده في 2008 يارا حصلت على لقب ملكة جمال مصر والحقيقة أنها مسلت مصر في ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون كمان ولكنها خسرت اللقب ده لما ارتبطت يارا بعمد متعب كان في الأهلي وانتشرت أخبار ارتباطهم لما الناس شفوهم في المأسورة الرئيسية في استاد القاهرة بيحضروا واحدة من مباريات دوري المجموعات لبطولة ربطة الأبطال الأفريقية لحد ما في 2010 عملوا خطوبتهم وأعلنوها رسمي وبعدها على طول في 2011 اتجاوزوا وعملوا فرحهم اللي حضروا كل النجوم الكرة والمشاهير وخلفوا بنتين تمارة وسيلين بس دايماً يارا بتقول لمتعب لما تجاوزوا إنها بتحب أيام الخطوبة أكتر ونفسها ترجع تعيشها من تاني بس يارا في بداية جوازهم وعلاقتهم عانيت شوية علشان تقدر تستوعب حياتها عمد متعب وتتأقلم عليها وتفهم في الكرة وتعرف يعني إيه جمهور وتعرف إزاي تحتويه لما يخسر مباراة لأن دي حاجة ما كانتش سهلة على متعب خالص كلاعب وفعلاً قدرت تستوعب ده وحاولت تشاركه هويته المفضلة ولكن ما حبتهاش متعب بيحب الصد جداً وبعد اعتزاله بقى يمارسها أكتر من أيام لعبه كمان عمد متعب قال قبل كده إن يارا بتحب السفر جداً ولكن في الكرة ما عندهوش رفاهية الوقت ومفيش أجازات وقليل قوي لما يشاركها ده غير إنها ندمانة على حصولها على لقب ملكة جمال مصر وقالت إن لو رجع بيها الزمن مش هتشارك ويمكن ده اللي خلاها لما تتجاوز تعتزل الشهرة والتمثيل أيوة يارا كان لها تجربة تمثيل في فيلم حين ما يصر ومن بعدها ظهورها بقى على السوشيل ميديا بصورها مع جوزها عمد متعب وبناتها ومناسبتهم بتشاركها مع الجمهور اشتركوا في القناة